وينضم إلينا من القاهرة محمد الأسمر مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية مرحبا بك سيد محمد وسؤال هنا عن معركة طرابلس في ضوء المعلومات التي يكشف عنها الجيش الليبي تباعا وآخرها هذه المعلومات عن طائرات تركية مسيرة مساء الخير هو الحقيقة أن المعركة مركزها في مدينة طرابلس وهي غاية الهدف والمراد المنشود الوصول إليه ولكن ليبيا المتراملة الأطراف فإن ميليشيات الوفاق لم تدخر جهدا في تشتيت جهود المعركة على كامل هذه الرقعة لا ننسى أن عمليات كانت في قاعدة تمنهنت على مرتين متلتين من طلاق العمليات والعمليات الحادث في قرية الفقهاء الحادثة الكبيرة على مرتين متلتين أيضا وكذلك الاستهدفات التي حصلت في الجنوب من الكفر إلى غاة إلى وباري والآن في مدينة مرزق 950 كم غروب العاصمة طرابلس إنها قوات الوفاق بهذا الشكل هي حقيقة تأخذ تحصيناتها الأخيرة بعد استهداف واستنزاف كامل السلاح الجوي منذ الرابع من يوليو الماضي باستهداف الطائرة السادسة من أصل 8 طائرات هي عاملة مقاتلة لدى الوفاق ولم يعد في مكالم إلى الاستناد إلى الطائرات المسيرة التي تأتي من تركيا في غارة الأمس 13 غارة متتالية على القاعدة بالكلية العسكرية ببصراته بمنطقة السكت وقرية بسوري الجو وما جاورها من التمدادات حيث كانت على الأقل هناك طائرتان بالمخزن وغرفة عمليات ومسيرات تشغيل هذا كله طبعا يؤثر إجابة لصالح قوات المسلحة العربية الليبية في معركة على طرابلس غارة الأمس بمصراتة صاحبتها غارة على منطقة أبي غيلان بغريان 70 كم جنوب غرب طرابلس ومنطقة بغليان هي المدخل الشرقي لمدينة غريان وتمتاز بارتفاع منعرج عالي على سطح البحر مما يؤمن إلى الميليشيات تحصينا معينا هذه الاستهدفات وهذه التمهدات هي تصب إلى صالح إنهاك القوات الميليشيوية واستنزاف أسلحاتها لكن إلى أي مدى سيد محمد هنا في ضوء معلوماتك المتوافر عن سير المعركة إلى أي مدى يعيق الإمداد أو تعيق الإمدادات التركية تعيق من حسم المعركة أو تؤخرها على الأقل نعم نعم الحقيقة نحن نقول استراتيجيا إذا ما توقفت الإمدادات الآتية من تركيا بدعم قطري الخارقة للقرارات الدولية فإن ذلك سيقلص من مجهودات المعركة وزمانها الافتراضي الذي يتم افتراضه لكل مرحلة على حدئة أن تطورات ومستجدات طرأت منذ انطلاق المعالك في الرابع من أبريل ومنها هو وصول هذا الزخم من الأسلحة المتمثل في الطائرات المسيرة بدون طيار وكذلك العربات المصلحة ننسى شحنة عربات الكير بصناعة شركة تركية بي ام سي وكذلك الأسلحة والدخير التي تم ضبطها في مطار جربا على متن طائرة قطرية متجهة للدخير برا إلى ليبيا إلى عديد من الخروقات بالإضافة إلى أن قوات مستلحة العربية الليبية ملتزمة ومتعاهدة تضامنا مع مبادئها والعاقية القتالية بعد بخارق قرارات الدولية إيمانا منها بأن ذلك سيوتر الوضع الدولي والاتفاقات الدولية وأنها تسعى للقضاء على الميشيات لإنفاذ الاتفاقات الدولية الحاكمة والمرتبطة بها ليبيا ومجموعة الدول المهتمة بالشأن الليبي والدول ذات النفوذ في مجلس الأمن الدولي إلا أنه بما يصير هذه العمليات بهذه الفترة من انطلاق عاميات في الرابع من أبريل إلى الآن فإن القوات المصلحة العربية الليبية استراتيجيا ومنذ الثامن عشر من يوليو لم تتزحزح قيدة أمولة عن مواقع قريبة من طرابل استصل إلى أحد عشر كيلو مترا في بعض الطخوم وأبعد حمسة وعشرون كيلو مترا في محور المطار وماء جوره نعم سيد محمد الأسمر مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية من القاهرة شكرا لكم